السؤال الأول هو هل الله هو المسؤول أما يبالي بما يحدث للبشرية حاشة لله أن يكون مسؤول عن هذا الخراب والتشويش الموجود في الكون حاليا وأول نقطتين أحب أتحدث فيهم مع حضرتك الأمر الأولاني عندما عمل الله الكون والخليقة يتقال في الكتاب في سفر التكوين الصح واحد عبارتين تتكرر كثيرا أن وراء الله أن كل ما عمل وإذ هو حسن وعندما خلق الإنسان أضاف الكتاب كلمة أنه حسن جدا إذن الله لم يخلق التشويش في سفر المزامير يتقال الأخ نزار معظم أعمالك يا رب كلها بحكمة صنعت ملآنة الأرض من غيناك السماوات تحدث بمجد الله الفلك يخبر بعمل يديه إذن الله لم يخلق شيئا رديا وحاشة لله أيضا أن يكون غير مبالي بما يحدث للبشرية فأقرأ عبارتين لو تسمح لي في مزمور 104 يقول الكتاب عن الله وعن أحشاء الرقيقة في مزمور 104 عندما يقول عنه أنه في عدد كلها إياك تترجى كلها إياك تترجى لترضقها قوتها في حينها تعطيها فتلتقط تفتح يدك فتشبع خيرا الله يهم الخلائق حتى الخلائق العجماء يهتم بها؟ ده مرة لما بعت يونان إلى نينوى في العراق وبعدين يونان كان عايز الدنيا تولع وربنا يحرق شر الناس وإلى آخره وبعدين ربني يقول له أفل أشفق أنا على نينوى المدينة العظيمة اثنتين عشر ربوة لا يعرفوا يمينهم من شمالهم وبهائم كثيرة الله يهمه؟ نعم في سفر الخروج أصح ثلاثة عندما ظهر الرب في الموسى في العليقة يقول له كلمتين في منتهى الروعة خروج ثلاثة وعدد سبعة يقول فقال الرب إني قد رأيت مذلة شعب الذي في مصر وسمعت صراخهم من أجل مسخريهم إني علمت أوجاعهم أنا بس عايز أأكد أنه الله يبالي نعم ده هنقرأ بعد شوية عن الله يتقال عنه في سفر أشعياء في كل ضيقهم تضايق ومرة الرب بيقول للعروس النشيد في سفر نشيد الأنشاد حولي عني عيناكي لأنهما قد غلبت لكن لا أرجو أن أحباء الأفاضل المشاهدين لا ينسوا أن الله لم يعدنا بحياة سهلة على الأرض الله لم يعدنا بحياة كلها وردية فالله المسيح يسوع قال قبل أن يذهب من هذا العالم في العالم سيكون لكم ضيق لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم اشتركوا في القناة